موسيقى طلق اليوم افتتاح معرض قرار دولي للكتاب بتشريف من دولة رئيس مجلس الوزراء ومجموعة من الوزراء وطبعاً الأستاذة الدكتورة نيفينيك كيلاني وزيرة الثقافة معرض هذا العام يرفع شعاراً مهماً وهو على اسم مصر مع النقرأ نفكر نبدع بالتأكيد المعرض مهتم هذا العام بأن يكون لديه فعاليات ثقافية تقدم الكثير مثل القدوة لأجيال قادمة يضم صناع المحتوى معنا هذا العام بالإضافة إلى مبادرات وفعاليات لبناء الوعي وتحصين الفكر كل شيء إن شاء الله احنا موجودين في فعاليات حياة كريمة هنا في المعرض عندنا فعاليات كتيرة جداً لكل الأعمار عندنا للأطفال في ورش حكي موجودة عندنا في مصر حراسي يبقى موجود إن شاء الله عندنا كمان في ورش تلوين ومسابقات للأطفال عندنا بقى للشباب والكبار عندنا مسابقات حياة كريمة وفي جوائز يومية رمزية كده من حياة كريمة للمسابقات والتعريف بالمشروعات فاحنا بنقدم كل ده بنعرف الناس احنا بدأنا إمتى وعملنا إيه وحالين وضعيننا وصلنا لحد فين وكمان بنوعي الأطفال والنشأ بالدولة وجهودها ووصلت لحد فين فيه مشروعاتها القومية ومشروعات حياة كريمة أولاً في المعرض هنا عندنا جناحين جناح للعرض هنا وجناح للبيع في الناحية الثانية المكتبة بتجيب يعني عينة كبيرة من الإصدارات بتاعت المكتبة احنا عندنا عدد ضخم جداً من الإصدارات يعني ممكن نكون قربنا على ألف إصدار في المكتبة كتب مختلفة بتعالج قضايا مختلفة بعضها نقدر نقول عليها كتب كلاسيكية يعني كتب رصينة كده عقادة ما بتقدمش يعني ممكن بعديلها عشر سنين بس ما بتقدمش لأنها بتوسق طراش بتوسق مثلاً مدينة الأسكندرية مدينة القاهرة بتتكلم عن ابن خلدون بتعمل تحقيق مخطوطة معينة كده يعني ضمن اهتمامات مكتبة الأسكندرية فيه كتب في مجلات علمية فيه كتب صادرة عن مراكز البحوص فيه كتب مؤتمرات من المؤتمرات اللي بتعقدها المكتبة فعلاً هيئة الرقابة الإدارية حرصت العام الماضي وهذا العام على الاشتراك في معرض القارة الدولي الكتاب في دورته رقم 54 صدرت توجيهات السيد الوزير عمر عاد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بأن احنا نستغل الزخم اللي حصل في العام الماضي ونشترك في هذا العام عشان نتواجد مع المواطنين ويبقى فيه فكرة التوعية في مجال مكافحة الفساد احنا في الجناح بنقدم الدورات التدريبية اللي بتقدمها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد احنا عندنا فيه الموقع الجديد الخاص بالأكاديمية بيوفر للدارسين ان هما يلتحقوا بالدورات المختلفة عن طريق التسجيل على الموقع الإلكتروني وده عمل إضافي كنا بنكتهد في ان احنا نقدر نحققه عشان نقدر نتواصل مع الدارسين بشكل سريع ويقدروا يلتحقوا بهذه الدورات كون ضيف شرف الزائر لهذا المعرض يرى سردية وطنية وردنية كما يرى رؤية مستقبلية رؤية صاحب الجلالة الهاشمية في كل ما يتصل بالتحديث الاقتصادي، المشاركة السياسية بكافة مستوياتها والعلاقة الثقافة بالتنمية، علاقة الثقافة بنوعية الحياة وفيه إطلالة كاملة على العلاقات المشتركة وتمتين أهمية تمتين العلاقات المشتركة بين بلدينا أهلاً 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 بحضراتكم هنكمل مع بعض طبعاً برنامجنا التاسعة ولكن في إطار وفي ظل واحد من أهم معارض الكتاب اللي موجودة في المنطقة معارض كتاب مهم جداً معارض الكتاب بتاعنا معارض قهارة دولي الكتاب طيب تعالوا بقى هنا نرحب وبشدة بضفنا العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ واقل السمري رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع منور ده نورك وفي جهبتك الجميلة الواحد بيبقى مبسوط ومبتهج لأنه أنت يعني على المستوى الإنساني صديق وعلى المستوى المهني رجل جميل محترف فبدأ بقى مبسوط معاك يا بقى تعرف أنت على الرجل السلام من المبسوط هشكتر من كده أنا كده كده مبسوط على الأخر طيب خليني هاخدك على مسألة احتفاق مصر بالأسماء وبالقامات الكبيرة يعني شخصية العام تلاقي صلاح الجهين تلاقي احتفاق بساس كامل الكلاني وأدب الطفل تلاقي احتفاق بالدكتور طه حسين على ما يبدو المعرض السنادي لطعم واضح وشديد وقوي فعلا أنا يعني من الحاجات المبهرة جدا في المعرض السنادي أو الحاجات اللي أنا هحبها كمثقف أني في الحاجتين في الاهتمام بالماضي ورموزه والاهتمام بصناع الثقافة السقيلة في مصر زي صلاح جهين زي طه حسين زي كامل الكلاني الاهتمام بالذكرة العطرة لمن فرقونا في العام الماضي وهم يعني كان فرقهم كان موجع زي دكتور صلاح فاضل زي دكتور محمد العناني البترجم الكبير زي أستاذنا ومبدعنا الكبير بهاء طاهر في هذه اللمسة الإنسانية الوفية وفي هذا الامتداد العميق والمتدبر لتاريخنا وتراثنا عن طريق الرموز اللي بحث فيها وفيه كمان الاهتمام بالمستقبل عن طريق معرض كتاب الطفل المصاحب للمعرض والاهتمام بكامل الكلاني وجعله شخصية العام في معرض كتاب الطفل وكمان الاهتمام بالمستقبل اللي بتجلى فيه طفرة إلكترونية مهمة ومنتظرة وبصراحة كان نفسنا فيها من زمان أن يبقى فيه هذا التفاعل الإلكتروني هذا الاهتمام الكبير بالمنصات الرقمية الاهتمام بمنصة معرض الكتاب الاهتمام بطرح كتب PDF فده يعني معرض شامل ومبهج في الحقيقة إمتى تشعر أن معرض الكتاب متطور؟ في الحقيقة الإجراءات دي بتخلي الواحد عنده عمل معرض الكتاب بيخطو كل سنة خطوات كبيرة جدا لكن أنا في الحقيقة بحلم بمعرض الكتاب أنه هو يتعدى فكرة عرض الكتب بحلم أنه هو يبقى مهرجان للكتاب مهرجان للكتاب يعني أنا ما عنديش يعني بحلم أنه مثلا يكون فيه مسيرات إبداعية مثلا لصلاح جهين وأغانيه فيبقى فيه مسيرة فيها أغاني سعاد حسني وناس لابسين سعاد فاهم يبقى فيه احتفاء بالنوع ده أتخيل مسيرة تبقى تجوه ربيعه بالزبط يعني هو ده بقى أتخيل كده جبت صلاح جهين وجبت كل أبطال أغانيه أغنياته أو الكركاتير اللي كان بيعملوا بتاعه فعملت مسيرة كده جميلة للأبطال للأغاني لجبت ناس بقبستهم نفس الملابس وبتاعه بقى فيه مسيرة وبقى فيه حاجة مبهجة على المستوى البصري دي أتبهجك فتحول للشكل الكارنفالي ده مش هيبقى كله كارنفال بس هيبقى فيه لمسات إبداعية كده تخلي الموضوع يجذب الأنظار يخلي إحنا دلوقتي بقينا نفكر بالصورة لو أنا ما قدرت أجذب كل الأجيال لصورة مبهجة لصورة مبهرة لصورة عميقة هخسر كتير جدا جدا فيه ناس كتير مبقتش دلوقتي مستصعبة فكرة القراءة بس انت وفرهم المدخل فده من أحلامي لتطوير معرض الكتاب من أحلامي برضو أن تطوير معرض الكتاب يبقى لاخد شكل أكثر فاعلية في التعاون مع الإصدارات المختلفة والأنشطة المختلفة لكل الدول العربية بمعنى أنا دلوقتي عندي مثلا المركز القوامي للترجمة بينتج العديد من الكتب المهمة جدا جدا وعندي في دور النشر المختلفة في مصر بينتجوا كتب سواء مترجمة أو كتب أصلية يعني صاحب من كتاب وممبدعين هذا البلد ليه ما يحصلش توقمة بين الكتب في مصر صناع الكتاب في مصر وصناع الكتاب في الوطن العربي فياخد حقوق مثلا مركز أبوزابي مثلا بينتج كتب مهمة جدا مشروع الترجمة بينتج كتب مهمة جدا فياخد الحقوق بتاعته هو باخد الحقوق الريدي فيسمح لي أن أنا أطبع هنا في مصر وأنا مش هنوفر نقل هنوفر قادي عاملة هنوفر جمارك هنوفر تعب كبير جدا 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 معرض الكتاب في الشرق بالزبط واحد من أروع وأجمل معرض الكتاب بالزبط بعدين دا كفانه ده دكتور السلطان القسمي العظيم جدا حبيب الملايين طيب الزكر وطيب القلب أو الله العظيم وحبيب مصر أنا مرة كاتب عنه مقال اسمه سلطان القسمي سلطان العاشقين وبمناسبة سلطان العاشق مصري وبمناسبة دا النهاردة كان فيه اجتماع ما بين وزيرة الثقافة المصرية ورئيس هيئة الكتاب في الشرق ومدير معرض الشرق وكانوا برضو بيبحثوا التواصل ما بينهم فأنا نفسي هذا التواصل يبقى فعل يعني مصر لها تمثيل في كل الدول العربية في كل المعارض وكل المعارض العربية بتمثل داخل مصر لكن مقدار التعاون فيه شوية تقليدية نفسي هذا التعاون يتعدى فكرة التقليدية دي يبقى فيه أنشطها مشتركة طول الوقت يبقى فيه تبادل حقوق طول الوقت نفسي هيئة الكتاب اللي بتعمل معرض الكتاب كل سنة بمنتهى الرسوخ تعيد انتاج الكتب العظيمة بتاعتها الإصدارات العظيمة لو تفتكر يا يوسف مشروع الألف كتاب الأول والألف كتاب التاني لو تفتكر دا لو تفتكر سلسلة المسرح العالمي اللي كانت بتطلع دلوقتي احنا ما عندناش مشكلة في ان دا يطلع بي دي اف تعرف انا باحلم يطلع وكو الكتروني انا باحلم انه هيئة الكتاب مع المركز القومي للترجمة مع دار نشر كبيرة يعني هقول بقى اسم حاجة زي ماكملون على سبيل المثال ونعمل طبع انجليزي لموسوعة سليم حسن الله الله لما نعمل دا بقى انا هيئة الكتاب ودار زي ماكملون وتبقى نسخة باللغة الانجليزية بالتعاون ما بين الاتنين وابدى اشوف انا ازاي هقدر انشرها في العالم صح يا السلام سلم صح وكمان نفس القصة على شخصية مصر جمال حمدان الله يعني احنا كبرنا على جملة كده اسمها امهات الكتب ايه احنا واقفين عن انه امهات الكتب دي عمليين عمرها الف سنة دلوقتي بالزبط احنا لدينا امهات كتب تم انتجها في القرن العشرين صح بعقول وباقلام نصرية صح انشتفل بقى في الحديث دا امهات كتب لانه دول اباء الثقافة في مصر طبعا اباء الثقافة في العرب العربي كله بالزبط ما هو يعني هؤلاء العظماء الافاضل هم دول اللي صنعوا اللي بتقول عليه بقى القوى النعيمة هم هم دول اللي خلوا مصر في وقت من الاوقات تبقى هي المركز التعليمي الاول والوحيد هي دي اللي عملت الانتداد فيبقى الشيخ سلطان القاسمي ايجي يتعلم في مصر ويتربى في مصر ويعاشر المصريين فيفضل شايل مصر في جوه قلبه طول الوقت دا انت شفت البيت عنده يعني اللي هو القصر صاحب السمو الدكتور السلطان القسمي عمل الصور بتاع أسره زي أسوار القاهرة بتاعه والله العظيم البيت من جوه متعلق فيه كلها كله لوحات مصر بس بزبط وهو كليك ترجامد فيه جدا في الوريانتا الكامل يعني هو أنا أعلم أنه هو خبير في اللوحات الشرقية اللي عملها المستشركين صحيح واللي 99% منها بتوصف مشاهد في مصر في خان الخليلي في البيوت المصرية في الشوارع المصرية دي القوة صح يعني قوتك تبقى هنا صح فالفكرة دي لازم تستمر الاحتفاء برموز مصر وتقدسهم وتبجلهم واعادة انتاجهم واعادة تقدمهم كمان لأن خب بالك اللي فاكر سليم حسن دلوقتي اللي هو مؤثر فيه جدا وليلين قوي اوه جيل بتاعنا للأسف جيل ولادنا بخ ليه لأن فيه جيل قبل كده أحسن تقديم سليم حسن لنا صح كان حدث جزء الأول نزل وجزء دي وكن فيه شغف أشبه بشغف جميع الطوابع كده انتجبت الجزء اللي جاني لها دي كانت المنافسة هو ده كان الشغف وده التباهي بالضبط كان فيه مشاريع بتعيد تقديم الكتاب زي مثلا لو تفتكر مشروع كتاب في جريدة اللي هو أثر فينا كلنا هذا المشروع للأسف توقف لكن لم ما قعدناش إنتاج مشروع تاني على شاكلتك فأنا وجهة نظري إن الشعب العربي والشعب المصري شغوف جدا للقراءة شغوف جدا للمعرفة لكن لازم ندور على صيغ يعني عشان نحكي القصة بس لأنتو كمان في اليوم السابع باعتبركم من وجهة نظري المتوضعة يعني بس أنا أظنها في محلها أنتو رواد مسألة الصحافة المتلفزة دي يعني يوم سيفن ده ده شيء عظيم بالمناسبة جدا لحد شيء قدر ينكر على المطلاق فأنتو طول الوقت شغوفين بمسألة الصورة بأن انتو لمستوا وانتو بتشتغلوا عليها من بداياتها مدى التأثير بتاع الصورة على الأزهار صح وكمان أنا عايز أقول لك هو الفكرة أن التطور اللي بيحصل في الصورة ده كمان دي مهم جدا يعني مش بس إحنا عندنا صورة الصورة دي تبقى صورة متطورة وصورة مواكبة وتبقى طول الوقت أنت عندك الجديد اللي تقدمه عشان كده أنا مش خايف خالص على الصحافة فيه ناس بتقول إن الصحافة ربما تنتهي أو قريبا تنتهي فأنا مش خايف على الصحافة لإني التقديم عادة الابتكار صيغ للصحافة صح دي مسؤولية الصحافيين وهم بالأساس مبدعين طبعا فإن شاء الله هيبقى الموضوع ده متطور بشكل كبير جدا وقل بص الزيارة دي بجد ما تتحسبش والله العظيم طال طال يعني أخذين على واحد أخذين على الراديو نعد ساعتين معا ساعتين بقى كده إيه مفتوحة ونعد ونكلم أقوحش كده اسمه راديو وشكاسبان يقولك كيه كل الكلام ده انت ملعه راديو هو أنا كده بالمونز خيل أول أشكرك جدا 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 مش ضيف لك الحقيقي صاحب بيت وصاحب برنامج نورتنا أشكرك وشرفتنا وتمنى إنه تبقى الجايات أكتر بكتير خلال الفترة اللي جاية يحنا عندنا كل يوم وتكسر المناقشات كل يوم في مقعد اكتاب في حاجات مهمة بكرة في جدول حافل جدا جدا طب قولي الجدول بسرعة قبل بكتب يعني عشان اللي أنا فاكره يعني أبرز حاجة فيه الشيخ سيطهامي جاي ده حاجة مهمة جدا يعاني يعاني الله الله ده حاجة عظيمة جاي هو وكاتب صديق محمد الباز دكتور محمد الباز عاملين ندوة فيه ندوة مهمة جدا اسمها نحن والإعلام جاي فيها حساب صالح وقس التنفيذ المتحدة الحالة الإعلامية جاي فيها أساس خير رمضان جاي فيها أساس محمد هاني فيه ندوة مهمة جدا عن صلاح جهين جاي فيها بهاء جهين وجاي فيها عميل حداد طبعا يعني ابن الشعر الكبير فؤاد حداد وزوج بنت صلاح جهين وجاي فيها الشعر الزميل سامح محجوب فيوم جميل أو يوم حافظ فأنا يعني أدعو كل الناس لنهاية ما تفوتش أيام معرض الكتاب لأنه مسم ثقافي مهم جدا أحلى فسحة اشتري مني أحلى وأمتع وأنفع فسحة تروح تتفسحها أو أنت وخطبتك أو أنت ومراتك أو أنت والعيلة اسمع مني وما تدورش وراي صح خلصت الحلقة للأسف الشديد نورتنا وشرفتنا كل الشكر الكاتبنا الصحفي الزميل والصديق العزيز جدا وقل السمري رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع خدوا بعضك وروحوا معرض الكتاب واستفيد واستمتع وانبسط ولو أشتري كام كتاب ودلع العيال برضو بكام كتاب اشتري مني دي حاجة جميلة وانت اللي مستفيد خلصت الحلقة لحد كده ولو كلنا العمر بإذن الله نكون موجودين معاكم يوم السابت في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات